افتتحت بمقر الأمان العام لجامعة الدول العربية فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وللمزيد عن هذه الفعالية وفتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة من مقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة بعد التحية نتابع معكم من مقر جامعة الدول العربية الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العام لجامعة الدول العربية تزامنا مع اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الأمم المتحدة في القرار الصادر في عام 1977 في إطار البرنامج الإعلامي للأمم المتحدة والخاص بقضية فلسطين لتوعية الرأي العام بهذه القضية انطلقت هذه الاحتفالات بحضور المندوبين العرب لدى جامعة الدول العربية إلى جانب سفراء وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية وعدد من الشخصيات العامة وتضمنت هذه الاحتفالية كلمات تضامن من المندوبين لدى جامعة الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى جانب أيضا افتتاح معرض للوحات التي تعكس القضية الفلسطينية وتأتي أهمية هذه الاحتفالية والتي تقام سنويا في جامعة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزية هذه القضية إلى جانب أيضا الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروعة من أجل الحرية والاستقلال وأيضا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفق مبادئ القانون الدولية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو